اتفقنا ان الانكم ستيتمنت ورقة جدا مهمة وهناك ثلاث اوراق مالية الانكم ستيتمنت البلانس شييت والكاشف لو والان سوف نتكلم في هذه المرحلة وفي هذا الجزء عن البلانس شييت البلانس شييت هو عبارة عن ورقة التوازن أو ما يسمى باللغة العربية الميزانية العمومية وهو عبارة مثل الميزان يعني لاحظوا انا اشوف هنا ان الـ total assets او الاصول اجمالي الاصول اللي عندي تكلفتها تعادل اجمالي المطلوبات فالليابلتيز اند ايكوتي لاحظوا 2014 عندي اجمالي الاصول مليون وستمية واجمالي المطلوبات مليون وستمية وكذلك 2015 اجمالي الاصول مليون وتسعمية وخمسة واربعين واجمالي المطلوبات ايضا مليون تسعمية وخمسة واربعين فاذا كان في خلل وغير توافق لو بريال واحد او بدولار واحد راح نلقى ان في عندنا خلل نشمر عن سواعدنا وندخل ونشوف التفصيل اول شي نتكلم عننا الـ assets الاصول لما نتكلم عن الـ assets في عندنا انواع الاصول ولاحظوا ان يبدؤون بالاشياء اللي سهل ان يحولونها لمال وبعدين كل ما كانت اصعب كل ما كانت تحت في القائمة يعني مثلا اذا انا عندي building او مبنى انا املكه هذا اصعب ولكن اذا عندي انا كاش في يدي اسهل اذا عندي انا استثمارات قصيرة المدى حطيت اسهم اشياء بسرعة يعني انا كشركة رحت خليت الفلوس هذه شريت فيها اسهم الاسهم سهلت التحويل الى كاش فتنحط في short term investments خلونا نبدأ فيهم وحدة وحدة اول شي في الـ assets الاصول تنقسم عندي الى الاصول الفعلية اللي عندي اول شي الكاش الكاش اللي انا املكه بيدي هذا يعتبر من الاصول ففي 2014 عندي 400 الف وكذلك عندي استثمارات على شكل اوراق مالية سندات اشياء سهلة التحويل الى مال يمكن عملات اخرى يمكن استثمارات بنكية او اسهم هذه عبارة عن 900 الف فهي يسمونها short term investments او الاستثمارات قصيرة الاجل وكذلك عندي الـ accounts receivables اللي انا عندي الان حسابات وانتظر من عملاء يدفعون لي احنا نسميها الذمم المديونية او الاموال المديونة التي نطالب فيها الاخرين فهذه عبارة عن 180 الف الان لو جمعتم كلهم وانفنتوري عندي انفنتوري عندي مخزون بقيمة 20 الف الانفنتوري يعني المنتجات التي لدي الى الان لم اقم ببيعها فتعادل 20 الف لو حسبنا هنا 200 الف وهنا 400 هذه 600 وتسعمية طلع لنا مليون ونص وفعلا بالضبط هذا الرقم اللي طلع لي اللي هو اجمالي الاصول اللي عندي هل هذا كافي لا هذه عبارة عن الممتلكات اللي في يدي وخلنشوف طيب باقي الفلوس وين راحت ايضا عندي مبنى عندي مبنى اللي انا املكه building we own net depreciation net of depreciation قلنا depreciation اللي هو الاهلاك ولكن الان عندي المبنى مخصوم منه الاهلاك فبالتالي القيمة الاجمالية للمبنى هو 100 الف ريال هذه احنا نسميها long term assets لاحظوا عندنا هني current assets long term assets current assets long term assets current assets long term assets current assets اللي هي الاشياء السريعة التي موجودة بيدي الان اما long term assets هي الاشياء التي يصعب تحويلها الى cash يعني مو بسهولة ابيع المبنى ولكن بسهولة ابيع اسهم فبالتالي نفس الشيء ايضا عندي الارض الاند الاند قيمتها 15 الف دولار ليس بسهولة ابيعها مثل ما ان انا عندي اسهم او سندات بسهولة ابيعها الاجهزة والمعدات فالفين واربع عشر ليست لدي اي اجهزة ومعدات وكأنه يقول ان في الفين وخمستعشر يرح يكون عندي معدات بقيمة خمسين الف وهنا احنا نجمع الامية والخمستعشر يطلع لي امية وخمستعشر فالان احسب المليون ونص مع الامية وخمستعشر رح يطلع لي الاجمالي مليون وستمية وخمستعشر الف طيب من وين انا جبت هذه الاشياء والممتلكات؟ هل الفلوس جاتني من السماء؟ لا خنشوف الان مصدر الاموال وهذا اللي احنا نسميه اللايابلتيز اند ايكوتي اللايابلتيز اند ايكوتيز وهذه عادة تنتجي من مكانين اما اللايابلتيز مديونيات استدين فيها من البنوك من محافظ استثماري وغيرها او ايكوتي من مستثمرين ناس يعطوني فلوس او حتى شخص يمولني الشركة الايكوتي هي عبارة عن ديون علي ايضا وتسمى ايكوتي ولكن هي عبارة عن حصص لاصحاب المساهمة او المساهمين او الذين يمولون المشروع فاللايابلتيز اند ايكوتيز ايضا تنقسم الى current liabilities و long term نفس الشي هنا عندنا current assets و long term assets وكذلك long term او short term short term او current liabilities و long term liabilities فلذلك احيانا في جهات تعطينا مطلوبات احنا نقول عنها مطلوبات طويلة الاجل او مطلوبات سريعة الاجل اللايابلتيز اللي هي الديون و حقوق المساهمين الايكوتيز الايكوتي حقوق المساهمين فخنشوف ما معنى هذا المساهم لما انا بافتح شركة واقول حق صديقي تقدر تساهم معي وتحط لي خمسين الف هذه تعتبر مساهمة من شخص فاذا زاد عدد المساهمين كل الناس اللي ساهمون تتحول مساهماتهم الى اسهم shares وراح نتكلم عنها فيما بعد وراح نفصل فيها والان خنشوف الاكاونتز بايابل الاكاونتز بايابلز هي الفواتير اللي علي انا في الشركة وما دفعتها يعني مثلا اليوم طلبت مجموعة من اللابتوبات واثاث وسيارة يمكن وقتلهم انا راح ادفع لكم بعد شهر وإلى الآن ما دفعت فهذا كله يدخل تحت الاكاونتز بايابلز يعني انا علي ديون لازم ادفعها وسددها اذا عندنا احنا نعيم الاكاونتز عندي البايابلز وعندي الريسيفابلز الريسيفابلز الاشياء اللي لازم احصلها البيابلز الاشياء اللي علي مديونيات ولازم ادفعها وكذلك ايضا عندي امر اخر وهو الشورت تيرم ديتس الشورت تيرم ديتس وهي الديون قريبة الاجل التي يجب ان اسددها للبنك البنك ما رح ينتظر ولكن المساهم ممكن ينتظر لذلك الايكوتي ما عندي مشكلة الايكوتيز ان المساهمات تقدر تتأخر الناس اللي اعطتني فلوس اقدر اتأخر عليهم اقدر اقول لها السنة والله ما عليش ما حققنا ارباح السنة الجاية ممكن اعطيك اعوضك ولكن بالنسبة للبنك البنك يبي فلوسه اولا باول فلذلك احنا نقول عنا ان short term debts short term debts وهنا تصبح عندي المديونيات الخارجية 30 الف والshort term debts 100 الف الاجمالي اصبح 130 الف وهذا ما يسمى بالtotal current liabilities اجمالي المديونيات التي يجب ان ادفعها الان وليست بعيد المدى بالنسبة للإيكوتي الإيكوتي هي عبارة عن الاسهم او المساهمات او القيمة المالية اللي انا لدي الان تتحول الى إيكوتي فعندي returned earnings returned earnings شوني يعني في كل سنة يصير في توزيع ارباح للمساهمين واحيانا انا ما اوزع ارباح اخلي الفلوس والارباح اللي عندي من السنة التي مضت وهنا مبين انا عندي ان في عندي اربعمائة وسبعين الف من السنة الماضية تم ترحيلها الى هذه السنة وكل سنة يتم ترحيل مبلغ اضافي الى السنة التي بعدها فانا عندي من قبل اربعمائة وسبعين الف وعندي اسهم ب common shares الكون shares اللي هي شنو السهم العادي الاسهم العادي عندي بقيمة خمسة عشر الف دولار وهذا يعطيني الاجمال اربعمائة وسبعين زائد خمسة عشر يعطيني اربعمائة وخمسة ثمانين الف فهذا يعطيني التوتال ايكوتي التوتال ايكوتي يعني اجمال مجموع الاسهم تساوي اربعمائة وخمسة ثمانين الف وهنا من خلال هذا نجمع المليون ومئة وثلاثين الف اللي عندي انا ياها كديون وعندي فلوس من المسائب على شكل مساهمات 485 لما نجمعهم يطلع لي مليون وستمية وخمسة عشر ألف فهذا المؤشر جدا رائع أن أنا عندي توازن بين صرفي وبين الإرادات أو المبالغ اللي جاتني فهذا يعطي ضمان أيضا للمستثمر أن أنا وين راحت فلوسي المستثمر لما حط الفلوس كيف حولها فهذا يسمى الميزانية العمومية فأيضا سوف نعمل مقارنة بين 2014 و2015 ومن هنا نشوف المقارنة أن أنا عندي كمقارنة سريعة عندي receivables قبل كنت أنا طالب ناس 180 ألف الآن عندي 230 ألف معناته عندي فلوس وايد بر زادت 50 ألف لازم أسرع عملية تحصيل الأموال أيضا عندي 20 ألف مخزون بقيمة 20 ألف زاد إلى 45 ألف هذا مؤشر إلى أن المخزون عندي يمتلي معنات البضاعة ما قاعدة تتصرف معنات أن أنا أدفع إيجار حق البضاعة حق المكان اللي تتخزن فيه وتكيف وصيانة للبضاعة وأحاول أني أنا أمنها ضد التلف ضد المطر ضد الحريق ضد وغيرها من الأمور فهذا راح يرفع عندي التكلفة فالأفضل أني أنا أصرفها معنات هنا عندي واضح أني عندي زيادة 125 في المية قيمة 25 ألف دولار الفرق بينهم وهذا أيضا يعطيني أن إجمال الأصول التي كانت لدي إجمال الأصول قصيرة المدى تعادل مليون وسبعمية وخمس وسبعين ألف أيضا لما أروح لديون طويلة المدى أمبين عندي أن قيمة الدبريشيشن للعقار قلت قيمتها كان مليون أو مية ألف عفوا أصبح خمس وتسعين ألف لاحظوا الخمس تلاف وين ندفعها لما تذكرون في البالانس شيت كان في كل شهر خمس تلاف هذه الخمس تلاف نحن نعرف أنها ذهبت للعقار لأن العقار قاعد يخسر من قيمتها كل سنة خمسة ألاف دولار والأرض الأرض قيمتها باين عندي أنها زادت كانت خمسة عشر ألف أصبحت خمس وعشرين ألف عندي زيادة بعشرة ألاف دولار وأيضا الماشينز شرينا ماشينز أو آلات بقيمة خمسين ألف دولار وهذا كله يدخل ضمن الأصول طويلة الأجل والأصول التي الآن قصيرة الأجل وكذلك لما نذهب الآن إلى الكفة الأخرى والتي هي نرى أن الميزانية العمومية لألفين وخمسة عشر زادت عندي تحصيل أكثر من السنة اللي فاتت بمقدار سبعة عشر في مية خمسة ألاف دولار إضافية كذلك أيضا واضح أن أنا عندي أصبح عدد أقل من المبلغ اللي هو الديون قريبة الأجل اللي هي تسعة وثمانين ألف وميتين وخمسين فهذا لو جمعناها يطلع من المية واربع وعشرين ألف وهنا نذهب ونرى إلى المزيد من الأسهم باين هنا عندي أن اللونغ تيرن دوت قل من المليون إلى تسعمية ألف وهذا يعني أن أنا سددت مية ألف وهذا شيء ممتاز جدا أني أسدد ديوني وكذلك عندي التوتال ليابلتيز إجمال الديون نحسب كل اللي فوق نلقى مليون ومية وثلاثين يصبح مليون ومية وثلاثين ألف وهنا مليون واربع وشرين عبارة عن مية واربع وشرين ألف زائد تسعمية وهكذا فالإيكوتي أيضا اللي هي حصص المساهمين الإيكوتي عندي أنا أصبح من أربعمية وسبعين أيضا باين عندي أننا في أرباح كثيرة من السنة اللي فاتت جات وهي يتعادل ثمانمية وخمسة واربعين ألف وهذا مؤشر جيد معنات النمو ثمانين في المية هذا مؤشر جدا جيد وعندي الكومون شيرز عدد الأسهم التي أصدرناها في هذه السنة الفين وخمسة عشر وصلت إلى خمسة وسبعين ألف سهم في الكومون شيرز وهذا يعني أني أنا زد في إصدار الأسهم وهذا يعني زيادة في قيمة رأس المال وهذا مؤشر جدا رائع يعني عندي زيادة أربعمية فلمية وهذا راح يفرح العديد من المساهمين فالتوتال إيكوتي عندي تسعمية وعشرين ألف والتوتال لايابلتيز أند إيكوتي جمالي الديون والمساهمات تعادل مليون وتسعمية وخمسة واربعين ألف وهذا يعني أن قيمة الشركة زادت قيمة الشركة نمت في 2015 وكانت في 2014 قيمة الشركة الإجمالية مليون وستمية الآن أصبحت هناك أربعمية ألف زيادة مما يعني أن الشركة نمت وهذا مؤشر جدا رائع فإن شاء الله تكونوا استفدتم من البلانس شييت البلانس شييت يقدر يساعدنا في اتخاذ قرارات مالية يساعدنا أيضا في التأكد أننا ما عندنا أي خلل مالي أمورنا المالية متوازنة وأيضا يقدر يقول لي كم المبالغ اللي عندي هل أستطيع أخذ ديون إضافية وأتوسع في أنشطتي ولا الدين عندي كثير هل أستطيع أني أنا أشتري أصول إضافية ولا الأصول عندي كلها عبارة عن أمور ضائعة وهذا ما يميز قائمة الميزانية العمومية أو البلانس شييت وإن شاء الله أنه أنتوا استفدتم من هذا الدرس والآن تكونون قد أخذتوا عنوانين أساسيين في الأوراق المالية تعلمتوا على الانكم ستيتمنت قائمة الدخل وتعلمتوا على البلانس شييت والذي يسمى بالميزانية العمومية وبقي عندنا أمر واحد وورقة واحدة فقط وهي الكاش فلو ورقة التدفق المالي وبهذا تكون لديكم أقوى الأدوات بإذن الله لقيادة المؤسسات بوضع القرارات المالية وبهذا تكون لديكم القدرة والمهارة على قراءة الأوراق المالية واتخاذ القرارات التي تتعلق بالأمور المالية سواء من توسع الشركة أو الاستحواذ على شركات أخرى وشراء شركات أخرى أو بيع الشركة ومعرفة كم قيمة الشركة في السوق فإلى اللقاء في المرة القادمة مع التدفق المالي والكاش فلو